بحدة فين بدأ يشيل الناس المهاجمين ويحاول يعدل وينزل أشرف رؤى وعمر السيسي تخيل تخيل اعكس بقى الآية كريم لو انت كنت بدأ بقى أشرف رؤى وعمر السيسي ومتأخر وبدأت تنزل بقى العباة اللي بتاجه الله ينور عليك كان الشكل بعمل ازاي الوضع كان بقى مو حتى حتى في المجموعة اللي انت بدأت تدفع بيها الشوت التاني آخر ربع ساعة انت بدأت تمسك الكرة وروحت بالكرة عجون مرة واثنين وثلاثة او الشوت التاني حملك جنين في بدأة الشوت التاني صح خلك انت قريدي نازل متأخر لا عملت الشق الهجومي بتاعتك كويس جدا ولا عملت الشق الدفاع بتاعتك كويس جدا وبدأت تتعدل وترمي الناس اللي هي بتعرف تدفع كويس الشوت التاني طب ايه انت عايز توصلنا لايه زاقت لازم مستر أسوري يبقى فاهم نقطة مهمة جدا لا الكوالة ولا امكانيات اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك دلوقتي تقدر تقدي او تقدر تكيف نفسها على اي وضع واي مكان بتلعب فيه غير مكانها مش هم دول مش هي الكوالة ده انت قلتها كابتان طريق اهم نقطة اهم نقطة لو العب على حسب امكانياتك هو ده يعني انت ممكن ان يكون عندك افكار عظيمة حلو اهلا وسهلا مليون وسهلا كمان بس اللعيبة دلوقتي ما تقدرش تبقى ما تقدرش ببساطة فانت لازم امشي بقى ايه يعني لحد دم يجي يناير ويجي لك اللعيبة اللي انت عايزها بس الاول حق نتائج في الفترة دي اللي بيه تقدر تعد المرحلة الصعبة اللي فيها النادي لان انت قريدي كوالة اللي معاك مش احسن حاجة والكلام ده اني جيته قلته هنا معاك قبل كده كريم يعني قلته يا جماعة كوالتي نادي الزمالك دلوقتي مش هو الكوالتي اللي يقدر يطبق افكار اسوريو بنسبة 100% ده مدربين كوبار قوي هو يا جماعة جوارديولا واحد بس لعبة منشستر دول هما واحد بس مش مش في كل الاندية كانت كل الناس عملت نفس خطة جوارديولا ونجهت كانت اندية اوروبا عملت زي جوارديولا مثلا اللي هم عندهم الامكانيات وعندهم ما عندهمش بقى فقدهم ما عندهمش بقى لهمش فلوس للقائبة كانوا طبقوا ده كل مدرسة او كل مدير فني المدير الفني الزكي اللي يقدر يكيف يكيف امكانيات اللعيبة على او يقدر يطبق طريقة لعب على امكانيات اللعبة نفسها مش انت عايز تخلي اللعبة دي بالعافية تعمل طريقة لعب هي اوريدي ما عندهش الامكانيات هو حلو انت كمدرب تحاول تحفظ اللعيبة حية جديدة حلو جدا بس لو ما عندكش اللعيبة اللي تقدر تعمل ده ما تعملش كده طب لو ما قادرتش أنت أتكيفهم على طريقتك اتكيف أنت على شكلهم وأسلوبهم من نوع من المدربين اللي بلعب أو بحب بلعب بطريقة 4-2-3-1 2-6 منهم 1 ميال شوال 8 و 6 سابت و 10 و هفين و فروت و بكين و ببتدأ أشتغل سواء من على الإطراف أو من القلب عن طريقة 10 يعني إيه بكيف شغلي طب روح تفرقه ما فيش الكلام ده أقفل أبطل أخسر أتعامل معا أتعامل غيرت طريقة لعب مرتين 3 في ناديين مختلفين يعني في فترة من الفترات كنت ماسك نادي الترسانة و عندي لعبي 10 أنا جايبه اللعيب ده ما تكيفش على طريقة اللعب أو ما طبقش اللي أنا عايزه بدأت أغير طريقة لعبي من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 و أحول فكر اللعيبة بتاعتي للشكل اللي أنا أقدر أطبق بيه 4-3-3 اللي أحافظ بيه على الشكل بتاع الفرقة وما بتديش أروح لدوامة بعيدة جداً زي ما بيحصل في نادي زمالك دلوقتي لازم المدير الفني يبتدي يشوف الأدوات اللي تحت إيده إيه لأن أنت أخد بالك لو أنت لو أنت اتعمل لك الترانسفير بتاعك أو جبت صفقات أو ما كانش عندك إقاف قيد وجبت اللعيبة نوعية اللعيبة اللي أنت عايزها لتطبق بيها طريقتك أهلاً وسهلاً صح إنما دلوقتي مفيش صح مفيش أي حاجة طب